موسيقى مشاهدينك كرام أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعية أوراق اقتصادية هذا البرنامج اللي بنفتح فيه أحد الملفات الاقتصادية نقلب في أوراقها نحاول أن نطرح أمامكم المشاكل وإيجاد بعض الحلول نطرحها أمامكم ونضع هذا الملف أمامكم وامام القيادة السياسية بالطبع بالإضافة إلى مجموعة من أهم أخبارنا الاقتصادية خلال أسبوع سواء المحلية أو العربية أو العالمية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد المصري والعالمي أيضا دعوني أعلمكم بأهم هذه المواضيع في هذا الأسبوع شركة بي بي البريطانية تعلن عزمها استثمار ملياري دولار في مصر خلال 2019 من أجل تنمية حقولها النفطية وفي عالم النفط توقعات متشائمة للطلب العالمي على النفط وتوقعات بتغيرات في نطاقاته السعرية وفي ملفنا هذا الأسبوع سنترح قضية تطوير المصرية للحديد والصل بين تنمية القطاع وبين توسيع سوق الصلب أهلا بكم من جديد اسمحوا لي أن أبدأ معكم أهم أخبارنا الاقتصادية لهذا الأسبوع سواء المحلية أو العربية أو العالمية نبدأ مع وزير المالية محمد معيط الذي أعلن عن استمرار خطوة تنفيذ برنامج الطرحات الحكومية في البرصة المصرية بطرح نسبة إضافية من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية المعروفة بأمق وتبلغ ما نسبته 20% من أسهم الشركة معيط أوضح أن هذا الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تنفيذ المجموعات الأولى من برنامج الطرحات والذي يستهدف تعميق سوق المال بالإضافة إلى جدب المزيد من السيولة المالية وتوفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية المصرية وبالتالي ينعكس على أو ترسيخ مكانة البرصة المصرية كأحد أفضل البرصات الناشئة على مستوى العالم ننتقل إلى قطاع البترول حيث أعلنت شركة بي بي البريطانية عزمها استثمار ملياري دولار في مصر خلال العام المقبل 2019 من أجل تنمية حقولها النفطية التي تعمل بها في مصر استثمارة الشركة البريطانية أربعة مليارات دولار في عام 2017 ونحو مليارين ونصف المليار دولار في 2018 ونحن ننتظر منها استثمار الملياري دولار في 2019 على حد عزمها كما أعلنت وتعمل بي بي على الإسراء في بدء الانتاج من المرحلة الثانية لمشروع غزغة بالدلتة حيث من المتقع بدء انتاج حقلاي جيزة وفيوم قبل نهاية العام الحالي وإلى أسواق النفط العالمية عالم النفط حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز استهلاك النفط العالمي المائة مليون برميل يوميا في الشهور الثلاثة المقبلة مما يفرض ضغوطا صعودية على الأسعار لكن أزمات الأسواق الناشئة والنزاعات التجارية قد تؤثر سلبا على هذا الطلب وقالت الوكالة في تقريرها الشهري أن النطاق السعري من 70 إلى 80 دولار للبرميل الذي تتحرك فيه خام برينت منذ أبريل ربما يخضع للاختبار وعلى صعيد المتصل قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك مجددا توقعها لنمو العالمي على النفط في 2019 قالت المنظمة أن المخاطر في التوقعات الاقتصادية ترجح جانب التراجع الاقتصادي مما يضيف تحديا جديدا لجهود المنظمة من أجل دعم السوق في العام القادم قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد 1.41 مليون برميل يوميا من خفاض ما قيمته 20 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي ويقدم التقرير مؤشرا جديدا على أن الطلب النفطي السريع الذي ساعد أوبك وحلفائها على تصريف تخمة المعروض سيطبق في عام 2019 ومشاهدين الكرام كانت هذه مجموعة من أهم أخبار اقتصادية في الأسبوع المنصرم والتي ستؤثر بالطبع على بداية الاقتصاد هذا الأسبوع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي أو العربي وكلها متصل ببعض سنبدأ معكم بعد قليل فتح ملفنا عن تطاع الأعمال العام الذي أعلن عزمه عن تطوير المصرية للحديد والصلب بحلوان وقالت الوزارة في إعلان لها أن عملية التطوير بدأت بمناقصة لتقديم مخططات لعملية التطوير تقدم لها شركات إما أوكرانية وروسية وألمانية والصينية أيضا وإشارة الوزارة إلى أن عملية التطوير تقوم على جزئين هما تطوير المصنع ورفع نسبة الخام بإنشاء مصنع أساسي بالقرب من المناجر من التخلص من الشوائب مع القيام في الوقت ذاته بتأهيل المصنع الأساسي هذا الإعلان الحكومي فتح المجال لمزيد من التساؤلات حول عملية تطوير الشركة الكبرى وتأثيرها على صعيد قطاع الصلب من ناحية وعلى مختلف قطاعات الاقتصاد في ظل أن الشركة تنتج حاليا أكثر من 35 منتجا للصلب تعتمد عليه نشاطات اقتصادية متعددة بعضها ربما يكون حساس للدولة المصرية دعونا نخرج إلى هذا التقرير السريع ثم نبدأ معكم فتح ملفنا مع ضيفي تطوير وتحديث المصرية للحديد والصلب يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة الانتاج في هذا القطاع الحيوي حيث يعتبر قلعة الصناعات الثقيلة في مصر بل في الشرق الأوسط في هذا الإطار شهدت شركة الحديد والصلب خطط تطوير وإعادة الهيكلة لزيادة انتاجها وبالتالي لتحقيق أرباح طائلة خاصة وأنها تتكون من أربعة أفران عالية تستطيع أن تنتج آلاف الأطنان وبالتالي توفير هذا المنتج للسوق المحلية والخارجية خاصة وأن خاماته تتواجد بالواحات البحرية وتنتقل لحلوان ومعها عوامل مساعدة في الصناعة مثل الحجر الجيري وفحم الكوك وينتج قطاعات عديدة من الحديد والصلب ويدخل في صناعات كثيرة وتأسست شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954 بقرار جمهوري وهي عبارة عن مجمع كامل بمدينة التبين في حلوان وتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فالشركة أنتجت نحو 199300 طن من مختلف المنتجات في العام المالي 2016-2017 في حين أن المبيعات المحلية بلغت نحو 167400 طن بقيمة مليار و100 مليون جنيه ويوجد في مصر نحو 32 مصنعا للحديد تعمل على إنتاج وصناعة حديد التسليح إلا أن مجمع الحديد والصلبة بحلوان ينتج قطاعات كثيرة من الحديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تابعتم معي مشاهدين الكرام هذا التقرير السريع عن موضوع ملفان في هذه الحلقة وهو تطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان والتابع لقطاع الأعمال العام وتابعنا بعده نبدأ معلوماتية عن فكرة التطوير طبعا بنشكر قسم الجرافيك في قناة ني الأخبار على هذا العرض واسمحولي أن أرحب بضيفي لنفتح هذا الملف معي الآن في الستوديو المهندس طارق العكاري الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة بمجال الصناعات المعدنية أهلا بحضراتك معي أهلا بك فامي يعني بداية بشمهندس لازم قبل ما نتكلم عن الشركة المصرية لصناعة الحديد والصلب وطبعا من أحد الشركات اللي عاملة مثلا هنقول في هذا القطاع واللي بتعمل حاجات للأسف خاصة بتمس ربما تكون الأمن القوم المصري وعايزين نطوارها ولازم نطوارها طبعا في البداية هم نفوق تماما فكرة أنها هيتم بيع هذه الشركة وأنها هيتم التطوير خلينا أخذ نبزة سريعة عن تاريخها طيب بسم الله الرحمن الرحيم هي الشركة تأسست بقرار من الرئيس الراحل عبد الناصر سنة 54 وابتدت أول إنتاج فعلي لها سنة 58 وكانت التمويل بتاعها جيه عن طريق تتابعا تقريبا كان بحوالي 2 جنيه و50 مليم للشخص للفرض يعني والشركة بعد كده ما مرتش بمراحل تطويرية تستاهل على قدر المجمع الكبير ده بما يتناسب مع عمرها أن هي شركة النهاردة بقى لها 60 سنة بتنتقل فالشركة دي مفروض النهاردة عندها خبرات وعندها إكسپيريينس ده حاجات يعني لغير من الكتاب كان الجني بجني دهب يعني النهاردة مفروض تبقى ب6000 ولا ب5000 السهم النهاردة السهم ب7-8 جنيه ولا ب9 جنيه فطبعا ده مش relevant خالص للموضوع طبعا تراكم المشكلات وبداية المشكلة كانت من أحد الوزارات اللي هم كانوا داخلين في موضوع الخاص خاصة وابتدوا يخلوا الشركة very monotone وينزلوا الشركة خالص نزلوا الهداء بتحوالي وما فيش تطوير وحيك عارف في البيزنس بيبقى فيه مبدأ عام كده يعني grow or die يعني الشركة اللي مش هتكبر حقا معي يتكبر يتموت بالضبط فهو ما فيش تطوير حصل على الشركة لا على الكاليبرز ولا على المعدات ولا على 40 سنة معدات زي الغاية النهاردة يعني هما الشركة كلها النهاردة فيها أربع أفران فرن واحد ده خردة فرن اتنين عايز عمرة فرن تلاتة الوحيد اللي شغال واربعة وقف طبعا الشركة عندها مجموعة من المشكلات يعني فيه مشكلات هي تقدر تحلها وفيه مشكلات ما تقدرش أخطر مشكلة بتواجهها الشركة اللي هي الفحم الكوك إنه هما بيجلهاش بالكميات الكافية نتيجة إنه هما بيدفعوش نتيجة إنه هما مديونين بمليار وشوية لشركة النصر للكوك فده برضو يعني ظلم للشركة وطبعا إحنا الفحم أصلا ما عندناش فحمه في مصر احنا بنترى نستورده كله من بارا بنستورده بس هي الشركة قادرة هي تمدهم على الأقل باللي يخليهم مشغلين فرن لأنها مشكلة الأكبر من الناحية الفنية إن أي فرن في الأفرام بتاعت الحديد والصلب أي فرن ما بيشتغلش أو بيحصلوا يعني ما بيبقاش شغال على طول البطانة بتاعت الفرن نفسها بتتاكل فبالتالي الفرن ده بيحتاج عمره كل ثلاث سنين بدل كل سبعة وبدل كل خمسة إنما الفرن لازم يبقى شغال على طول لازم يعني ما فيش فصاد حتى لو ما فيش حديد جوة أو خردة لازم يفضل شغال بس هو يكون إن هو يشتغل من غير خام بقى جواده يعني كرسة أكبر يعني إن هو بيأكل البطانة بيأكل بطانة آه بيعمل حاجات مش لطيفة طبعا سنة 2001 هم ابتدوا يخشوا على موضوع المعاشر المبكر كاليبرز كتيرة هربت من الشركة بدون دوابط كان ما كانش الموضوع له علاقة بإن هو يعني بيستاندردايزوا إن هو يقدر يقول إن القسم ده فلان يمشي وفلان ما يمشيش لا ده هو يلا اللي عايز يمشي فبالتالي النهاردة إحنا وصلنا إن 70% من طبعا دوا كلهم هربوا للقطاع الخاص طبعا وباعت فيه شركات منافسة كبيرة طبعا وهم منهم أحد الشركات طبعا اللي اشترت أحد الشركات القطاع العمال العام طبعا ده يعني والشركة دي طبعا نهاردة بتستحوز على ماركت شير كبير جدا من ضمن 11-12 مليون طن في السنة تقريبا اللي عايز أقولون إن نهاردة فالشركة 70% من العاملين فيها أكبر من 45 سنة فوق سنة 45 سنة و30% فقط هم اللي تحت 45 سنة فالحقيقة الشركة تظلمت عاملين ورؤساء مجالس إدارات متعاقبة تظلمت جدا لأن الناس دي يعني احنا حتى دايما في البزنس لما نلاقي في الـ CV مكتوب يعني تلاقي الـ CV مكتوب فيها I can work under pressure يقدر أشتغل تحت ضغط الناس دي شغالة under attack الناس دي كل شوية يعني يجي لهم حكومة ووزير يقول لهم نحن هنعمل وهنطور وبتاع ويدي مسكن وخفى الناس تاعبت جدا طبعا وهم عندهم أزمة ثقة طبعا مع سواء كان الشركة قدرة طبعا بعد ما تم إعلان من الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام مهندس الشام توفيق أنها هيتم تطوير هذه الشركة طلعت كلام كتير وإشعاعات كتير أنها هيتم طبعا بحها وخصخصتها بس بشكل جديد وكلام ده ويتم نفيه من الحكومة بشكل قاطع والأستاذ الشام توفيق نفسه نفع الكلام ده كله مهندس الشام توفيق واخد ماجستير في التمويل وتعويم الشركات فيعني أثق في أن هذا الرجل يعني على قدر وعلى كفاءة أنه يقدر يؤمن بالموضوع كوزير قطاع الأعمال يعني العام إنما هي القصة مش قصة وزيرة أو قصة تمويل وبس الشركة دي ياما ترميتها مليا يعني كان أحلى حاجة اسمعتها كان في أحد التقارير قال لك إحنا بنرمي في سوق بأسود يعني ما يبلع أي حاجة طيب خلينا أتكلم عن سوق صناعة الحديد في مصر أولا مصر معروفة أن هي ما عندناش مخزون استراتيجي من الحديد من زي أوكرانيا مثلا أوكرانيا عاي مع الحديد ودول كتير كده فدائما نحن بنسمع عن الحديد الأوكراني الحديد التركي حاليا فيه الحديد السعودي اللي بيستوردوه ويعيدوا تصنيعه طبعا لكن مصر خام الحديد فيها معروف أنه خام ضعيف والله ساعة لما تفتحت شركة حلوان في الخمسينات كان مفروض أننا عندنا حوالي 1200 كيلو من المناجم بتحتوي على مخزون جامد جدا من الحديد الحقيقة من ضمن الشكاوى اللي بتشتكيها الشركة أو رؤساء مجالس الضراط المتعاقبين في التقارير بتاعتهم يعني ذكروا أن خام الحديد نفسه أصبح على بكواليتي أقل من 51% وساعات بيوصل إلى 44% وده بيحتاج عمليات تجهيز عشان التلبيد والكلام ده بيحتاج تجهيز قبل ما يخش على الأفران فبالتالي ما كانش عندهم الفرن ما كانش عندهم الآية دي خالص وهي كمان تطوير حصلة في الشركة دي من 40 سنة 40 سنة يعني حاجة صعبة جدا فهما دلوقتي مفروض من ضمن الحاجات اللي ذكرها وزير قطاع الأعمال المسلم من سيشان توفيق أنه هو هيعمل مصنع صغير قدام المناجم عشان هو يبتدي يعمل العمليات التحسين بتاعة الكواليتي بتاعة الخام عشان يطلع خام بالضبط لنخد بالحاجة برضو احنا عندنا شركات حديد تسليح في مصر أو حديد سوحديد وصلب في مصر بس هما شركتين في جمهورية مصر العربية كلهم اللي بياخدوا الصناعة من أولها الأخيرة من أول الخام لغاية لما يطلعوا في صورة حديد مضرفل أو أتفر وكعبات أو أتصوات اللي هي حلوان حلوان وشركة أخرى وشركة الدخيلة اللي كانت قبل كده اللي كانت قبل كده اللي أسسها المهندس إبراهيم سالم محمدين كان وزير الصناعة الأسبق يعني زماني فهما دول الشركتين اللي بياخدوا العملية من أولها لأخيرها فهي صناعة يعني ثقيلة جداً وضخمة وأفرانها 1500 درجة أو 1700 الصناعة شقة جداً يعني على الناس اللي فيها طيب ده الجزء الأول اللي هو الخام فطبعاً احنا بنحتاجين إن احنا نعوض الخام ده ياما بخردة ياما ياما السراط خردة من الخارج أو خام من الخارج وخد بالحقيق كمان إن كل المصانع اللي هي بتشتغل أو المصنع يعني اللي هو المنافس بقى هما بيستوردوا خردة بيور من الخارج كواليتي بتاعتها أعلى بكتيب توصل 70% و90% وحاجات زي كده اللي هما بيعدوهم خالص من البروسيس الأولانية بتاعت تجهيز المنتج المواد الخام إن هي تبقى فيها كواليتي أحسن من كده شوي تمام طيب الجزء الثاني وهو السوق نفسه الماركت شير زي ما كنا بنتكلم مصر فيها مصانع كتير حديث وصول زي ما قلنا فيه شركتين كانوا من الأصل هما شركات قطاع عمال عام صح واحدة بقت خاصة تم شراءها وبقت خاصة وما عندنا شل حلوان الآن بالضبط بس كل الشركات بتطلع حديث تسليح صح حلوان بتطلع حاجات تانية مختلفة لازم الناس تفهم حلوان أهميتها إيه للاقتصاد وزي ما قلت أنا الأمن القومي طبعا ما فيش شك إن شركة حلوان شركة مهمة جدا للأمن القومي المصري كظاهيره كبعمالها وبخبراتها وإلى آخره لا خلينا نعرف إن الشركة دي كانت بتصدر 150 ألف طن لأوروبا من زمان وفضلت بتصدر لفترة للدول العربية شركة حلوان الشركة الوحيدة اللي بتقدر تعمل البكر بتاع السيور للمكانات المكان الضخم هي الغاية دلوقتي فيه حاجات هي منافلي ما بتقع حدش يقدر يعملها غيرهم بغض النظر إن فيه شركات تانية بتعمل الكلام ده بس يعني على استحياء لأن الشركة ما تقدرش تعمل الأحجام دي والمكابس بالأحجام دي إنما اللي عايزين يقوله إن فيه شركات كتير بتعمل وتعمل حديد مدرفة لكتير جدا إنما حلوان لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي هي الشركة الوحيدة اللي بتقدر تعمل مكعبات كبيرة هي الشركة الوحيدة بتقدر تعمل الدرافيل الكبيرة إنما هي طبعا عشان أول تكنولوجي طبعا السكاك الحديد والفلنكات بتعدي السكاك الحديد والفلنكات كل القطاعات الكبيرة دي والآي ساكشنز وبتاع كل الكلام ده إنما هي الأزمة إن النهار دا هو ما يقدرش مثلا يطلع إلا 8 متر النهار دا الناس كلها شغال 14 متر طبعا فهو لازم يغير دي عشان التكنولوجيا الجديدة والصناعات الجديدة طبعا المكان الجديد طبعا فهو عندنا كذا أزمة الحقيقة في هذا الموضوع بس خلينا نقول إن إحنا مش هنسيب شركة قيمتها السوقية النهار دا 6 و 6 من 10 مليار يعني الأسهل وربما تكون دي قيمة غير عادلة قيمة under value طبعا طبعا نحن نكلم مثلا وضربت في 10 يعني أنت بتتكلم في 60 مليار يعني دا حواج دا على أقل يعني لأن إحنا لو هنحسبها ب2 جنيه من 60 سنة يعني الموضوع بقى مختلف تمام طبعا جزء كبير جدا إن شركة حلوان بتعتمد عليها شركة عفوا قطاع سكاك حديد مصر لأن كل القطارات وكل الحاجات دي بتجي لها من شركة حلوان ما هي دي أزمة أخرى بقى أن هي الحلوان مديونة لشركة النصر للفحم ومديونة للكهرباء ومديونة للغاز ومديوق بعدين بقى حتلاقي طبعا السكة الحديد بقى بتدفعها يعني هي قصة المقصة الداخلية دي هي اللي محتاجة الحقيقة أن هي تتشاف بقى تتحلي يعني هي إحنا في الآخر مفيش حاجة اسمها أن إحنا الشركة نفضل نزقها وندعمها وندعمها الشركة لو ما عمتش نفسها خلاص هنعمل إيه؟ يعني في الآخر الحكومة دي بيزنسمان صح يعني في الآخر الشركة اللي بتخسر أنا مش هفضل أدعمها طيب خلينا قبل ما نتكلم في الشركة بتخسر أو ما بتخسرش لازم نتكلم أي قطاع منتك في الدنيا فيه ثلاث عوامل طبعا فيه معدات طبعا فيه بشر فيه إفكس وفيه طبعا بعد كده بقى المدخلات الإنتاج الخام وغير 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 تبدأ تحب تبدأ بإيه؟ حقاليا نبدأ بالمدخلات المواد الخام إحنا عندنا مشكلة في الكواليتي بتاعة الخام زي ما قولنا خلال حديد زي ما قلنا إحنا مفروض أن فيه مصنع هيتعمل قدام المنجم عشان يحسن الخام ده ومفروض من تصريحات رؤساء مجلس إدارات الشركة السابقين يعني أن إحنا عايمين على بحور من الخام يكفينا بإنتاج واحد واثنين من عشرة مليون طن ده يكفينا لغاية ستين سنة ولا حاجة يعني فحوالي متين وخمسين مليون طن تقريبا على كلام أحد الرؤساء السابقين يعني وطبعا المصنع ده ممكن ما يخدمش بس مصنع حلوان ده ممكن يخدم مصنع التالي هو ده لأن برضو الشركة يعني إحدى الشركة اللي حيك ذكرتها اللي هي المنافسة ده الوحيدة برضو اللي بتقدر تغزي سوق بالمواد الخام يعني بالبلت اللي هو مكاورات الصلب يعني فدي طبعا مشكلة تانية المشكلة لما نخش جوه الشركة نفسها هنلاقي أن إحنا محتاجين طبعا إحلال وتجديد في معدات والمشكلة الأكبر كمان في العاملين يعني اللي هم المظلومين اللي هم 8-9 ألاف عامل نهاردة يعني هم فيه من 8-11 ألف تقريبا خليني أقول لحيك على رقم أن إحنا عندنا تقريبا حوالي 2500 سبعة وخمسين عامل مرضى بأمراض مزمنة 2500 سبعة وخمسين عامل وطبعا دول يعني أخذوا الأمراض دي من شغلهم طبعا الناس دي تستحق الرعاية وتستحق التكريم وما حدش يقول حاجة خالص ولا حد قادر يقول خالص على الشركة دي أن إحنا ليجي جنب العمال الناس اللي إخفانوا عمروهم في الشركة دول وقفوا قدام الأفران لـ 1500 درجة والـ 1200 درجة والكلام ده بس إحنا برضو مش هنقدر نظلمهم ونقول إن إحنا هنجيب لهم ولاد صغيرين بيعرفوا إنترنت وبيعرفوا صوفت ويرز وبتاعي يبقوا رئيس عليهم وهو برضو الحزبة يعني صعبة جدا فهي الموضوع محتاج أن يبقى فيه تشريع للناس دي لوحدهم إنه هو اللي عايز يطلع معاش مبكر يطلع معزز مقرم ياخد بقى مرد بتأمينه الصحة بيعابه وكل حاجة بقول حاجة بمنتهى التكريم يعني بأقصى درجات التكريم لأنه أنا مش هادر أشتغل بشركة فيها 70% منها فوق الـ 45 سنة لاتس بي أونست يعني مش هينفع يعني فيش بيزنس حيودور بهذا المنظر ناس كاليبرز والناس خبرات وقيل آخره بس التكنولوجي الجديدة مش بتحتاج كل هذا العدد من العمالة والناس نفسهم معترفين قالك إحنا كل شغلنا ده ويحاك لما تشوف التقرير اللي طلع على المصنع ده ناس بتشيل بأيديها وبتعملوا بتقف قدام الأفران فمشكلة العمال ده مشكلة برضو مش من الحاجات الصغيرة اللي احنا يعني نقدر نقول فيها لأنها برضو عشان هما قدام فاحنا برضو متوسط المرتب عالي احنا بنتكلم في متوسط مرتبات 6-7000 جنيه في الشهر للعامل أنا مش بتكلم من ده العامل اللي لسه داخل طبعا إنه احنا بنتكلم في حوالي 866 مليون ده إجمالي مرتبات في السنة لو أسمهم على 10-11000 عامل طلعوا تقريبا حوالي 7-8000 جنيه في الشهر أو 6-1000 جنيه في الشهر لشأنه رقم ضخم جدا يعني لن يتحملوا أحد يعني محدش هيجي يشتري الشركة وهي أو يشارك في الشركة أو يشارك في عملية تطورها وياخد من الملتيبلاير اللي جاي وهو شايف الأرقام ده عشان بس تبقى الأمور واضحة وإحنا الناس دي إخواتنا بنقدرهم ونعزهم وبنقول إن الناس دي تظلمت مع الشرك يعني اتظلمت على تعاقب القرارات الكتيرة اللي اتخذت ضده معه وإلى آخره اتظلموا فإحنا لازم نكرم الناس دي على إن احنا ظلمناهم بقى يعني ما نطلعهمش إيه بقى أخوين الوفاة صحيح يعني نطلعهم على أقل بالصورة اللي هم يبقوا على أقل يعني طيب ده بالنسبة للمهارات طبعا أكيد في مهارات محتاجة لإعادة طبعا تأهيل تاني ونبدأ نشغلها على شكل طبعا أكيد بس هو يعني هي بزن بول حكي ده احنا محتاجين شركة متخصصة في علوم الإدارة تخش تعمل assessment للناس الموجودين في الشركة وتشوف مين فيهم يصلح ومين لا يصلح بشفافية وبعدل بس الكلام ده يحتاج أن المانجمنت بتاعة الشركة تبقى يعني قادرة توصل وتكومينيكيت المسجي للعمالين ده في مصلحة الجميع يعني أنا النهاردة الشركة دي لو حصلها مشكلة أنا مش هادر أتفعلك مرتبك حتى لو أنت عاد في البيت إنما الشركة دي لو عامت وقامت وبقت بتكسب أنا حقدر أتفعلك مرتبك وانت عاد في البيت حتى لو أنا هتحمله خمس سنين عشر سنين كمان أنا موافق وحجبه عمال تانية مفيش مشكلة بس أنت لن تتأثر بشيء بس أنت نشتغل والعجلة الدور الزبطي لازم الناس يوصلها المسج دي فدي محتاجة يعني ليدر وإحنا شايفين تعينات بتاعة المحافظين والوزراء ولسانت الشركات القبضة الفترة اللي فاتت الحياة مبشرة جدا فيعني نأمل أن يعني يبقى في حد من الكواد خلينا أدخل على التكنولوجيا أنت حضرك قلتلي أن هي شركة ضخمة جدا عندها مكابس كبيرة عندها أربع أفران أربع أفران الوقت هنبدأ أستبدل دول ولا أعمل لها عملية تطول بما أنك أنت شغال في المجال شو حيك اللي اتنين التقييم وبرضو هيكلف كام وده هيعود علي بإيه موانا دي كلها نظر اقتصادية بس حيك هيتكلف كام ده يعني نحدث ولا حركة في 14 شركة داخلين زي ما حك ذكرت في أول البرنامج في 14 شركة منهم شركات روسي وشركات نمساوية وشركات ألمانية والصين وكل عينه على المجمع ما فيش يعني كلهم داخلين وداخلين بثقالهم يعني بس هي القصة مش قصة نطور إزاي وأنا بشوف أن التطوير بتاع المعدات ده أسهل ما يكون يعني أسهل حاجة في الأزمة دي إنما إحنا عندنا تطوير العاملين ده هو الأصعب على وجه الإطلاب لأن العاملين لو مرضيوش على التطوير خلاص ما حدش يشتغل وما حدش هيقبل وما حدش هياخد بإيدك ويجري قدام إنما لحقيقة الناس لما بتشوفهم حاجة في التقارير أو بتشوفهم في الزيارات بتاعت الموقع الناس الحقيقة متعاونين جدا والناس عايزين يشتغلوا والناس بيقولوا إحنا شركتنا وإحنا قضينا عمرنا كله فيها وإلى آخره لما الأفران فورن واحد ده خوردة أكيد لو الجدد حيجدد the latest technology حدش هيقدر يجدد حاجة لأن حتى مش هللاقيله حاجة مش هللاقيله حاجة نجدده بيها يعني مش هللاقيله وقتها غير مفيش شركات بتنتج خلاص الكلام ده فورن اتنين اللي محتاج عمره ده ممكن نعمله عمره وندخله في شوية تحديث يعني خفيف كده بس اللي هو يزوق إنما تلاتة واربعة هم لسه مسكين نفسهم دول اللي محتاجين شوية control rooms ويدخشوا على automation system power devices والكلام ده هو ده اللي قدر يقلبه من شغل يدوي يقلبه شوية على شغل حتى لو مستكينولوجيا يعني هي الأفران خلينا اسألك في التكنولوجيا نفسها الأفران نفسها ما فاش تكنولوجيا جديدة أو يعني ربما تكون لكن مثلا ما نقدرش نحولها الغاز ما نقدرش نحولها نستخدم الطاقة الشمسية لتدوير المصانق ما أنا بسألك بقى عشان نعوض فحم الكوك مفترض أن فحم الكوك ده لما كان بيشغل الأفران الأفران دي كبتطلع غاز كمان تسد بيه على الأفران الصغيرة يعني هي في الأفران العالية اللي بتاخد الخام دي وبعدين بتاخد على الأفران الصغيرة فتخال لحيك أن التكنولوجيا من الاول كانت أن هو هيشتغل بفحم الكوك وبعدين هو هيولد غاز في الآخر هيقليشتغل الأفران الصغيرة فهو ده كان التكنولوجيا بس هو الحقيقة ما حدش بيشتغل دلوقتي بالتكنولوجيا دي فهي الموضوع هيحتاج أن أنت طبعاً تعمل إحلاله التجديد كل اللي موجود ده بالطريقة دي للباور سيستم اللي مشغل الأفران دي كلها برضو في نقطة مهمة جداً برضو طول ما أنا حكي أنت عافي حكي عاملة زي إيه زي أنا معتمد على والدي أو على والدتي في الوصفة طول ما أنا عارف أن شركة النصر اللي فاحم الكوك دي حتبضل تديني وأنا مش بدفع لها فأنا مش هبص عمره تهيالي شركة النصر فاحم الكوك ما عندهاش تي إحدى الشركات لا مش قصلي ما عندهاش حد تورد له تاني غير الشركة زي دي ما بتشغلش في مصر لا يعني طبعاً لا بالعكس دي محقق أرباح السنة اللي فاتت يعني بشاهدة الرئيس غير في الصناعات المعدنية الرئيس الشركة القبضة للصناعات المعدنية أنا أساساً رافض إن الشركتين يبقوا مع بعض ما تسيب ده يشتغل وده يشتغل ده لو ما عجبوش السعر اللوكل ما يستورد يعني أنا حلوان ما عجبنيش سعرك أنت بتورد لي وحش أنا ما تفعلكش كويس اختلفنا ما تسيبني أشوف رزقي في حتة تانية أستورد صحيح ونفس الكلام شركة النصر اللي الفحم يعني لو أنا ما عنديش غير حضرتك هبيعله هتضر بيعل الغزب عني مش عجبني مدفوعاتك هروح بيعل لحد غيرك مش اللي أنا كعجبني كده ولا عجبني كده حقفل يعني قصدي إن اللي مركزية في إطار الشركات دي مهم جداً في الأيام دي عشان كل شركة بس يعني أنت لما تبوص حيك نهارده شركة القبضة للصناعات المعدنية دي تليها في الآخر هي توتل 14 شركة ولا حاجة كسبانين بس تلاقي جواهم الحلوان طب ما الكسبان كده بيشيل الخسران يعني واللي عمل لهم الطفرة دي طبعاً المجمع نجاح مادي الألمونيوم اللي هو يعني أرباح طبعاً ما شاء الله يعني من الحاجات اللي ماشية كويس جداً إنما أنا أسيب بقى الناس يتشتغل لوحدها مش لازم أبقى أنا في بابا بيشيل الشركة وبابا بيدعم الشركة زي مقول حك الترامى فيها الشركة دي صفت مديونتها فيهم الأيام الثلاثة ونصف مليار اللي عليهم للغاز والكهرباء دول كانوا زيروا من كام سنة طب وبعدين وبعدين الناس زي مقول حك مظلومين برضو إنهم جالهم أكتر من مسؤول وقال لهم إحنا وحنعمل وحنطور ويدلي المسكن وخلاص يدي المسكن وخلاص فإحنا مش عايزين كده بقى المراتي إحنا عايزين بقى المراتي لأ ما نرميش فلوس بقى عايزين مراتي طور يعني نطور نشوف الناس ونعمل لهم أساسمنت ونواجه الحقيقة مش معنا إن الناس بقى خلاص كبار في السن إحنا حنرميهم لا لا نا هنخليهم معززين مكرمين اللي حينفع يشتغل هينفع يشتغل بس الناس كلها لازم يجيلها المسج دي طيب من نقطة مهمة جدا قلتها لي في فكرة التطوير هي الإدارة بدون إدارة لن يتم تطوير طبعا مش في الشركة دي بس في كل الشركات طبعا إحنا بنكلم بقى على الغزل والنسيج بنكلم على كل قطاع الأعمال العام كل حاجة الغزل والنسيج السنة اللي فاتت جات له شركة أمريكاني جات عملت أساسمنت وتقييم وإن زي نحل المشكلة ليه إحنا مثلا الصناعات المعدنية وزارة البترول دخلها في الغاز ودخلها في البترول وبنتكلم على المسلس الزهبي وبنتكلم على الألمينيوم وزي نوفر له كهرباء جديدة بأشكال جديدة ليه ما بندخلش بقى الشركات دي خاصة من شركة زي الحديد والصلب دي لما نيجي نتكلم على إنتاجها الوقت وأنا أخذ منك أرقام وأخذ منك حاجات ليها ثقل ومهم جدا في السوق هو فيه فعلا كذا الشركة كانوا جم تبنوا أنه هما يخشوا في شركات أو يعملوا تطوير في الشركة منهم شركة انجليزية كان اسمها تاتا تاتا ستيل بس طبعا زي نقول حاجة كده كل اللي بييجي بيقول أنا حخش وححطي إيدي وحامدي إيدي وأطور بيصطدم بأزمة العمل لأن خلي بقى الحاجة الشركة دي كان فيها 26 ألف عامل لهم بقوا 11 ألف في وقت يعني فيه كتير مشي وهم وقفين التعينات يمكن من سنة التسعين فهو الموضوع وصل 11 ألف إنما تخيل حيك أنت داخل على شركة فيه 26 ألف عام بيومية يعني ما لا يمكن ما فيهش مستثمر في الدنيا وخلينا نقول بس أن هو في الآخر المستثمر بيقضع للمكسب والخسارة يعني هو بيحسبها ما فيهش فصال يعني فيه استقرار اقتصادي فيه استقرار سياسي أي نعم بس أنا في الآخر مش هخش ضد قانون العمل في أننا تقول لي ماشي 27 ألف فده مستحيل يعني ففيه شركات فعلا جاتوا حاولتوا في أكتر من شركة يعني منها الشركة دي ومنها شركة النقل والهندسة برضو نفس الأزمة نفس المشكلة حاولوا برضو أن هم يخشوا فيهم كانوا بكمعة بتوع أحد الشركات الكويتش الكبيرة يعني في العالم برضو حاولوا من كم سنة يخشوا ومعرفوش فهي أزمة بس أن إحنا لازم الشركات دي يطلع لها تشريع خاص بالناس دي الناس دي إزاي الناس دي هنعوضهم إزاي الناس دي تظلمت الناس دي لو كانوا في شركة تانية والشركة كانت مشية كويس كانت النازJe النهاردة بقت على قدر من العلم وعلى قدر من المعلومات وهما بيأخذوا مرتبات محترمة وبيأخذوا تأمين صحي هما بيأخذوا مرتبات محترمة بس هما عندهم شكل أمين صحي طبعا وعندهم شكل في الأنفارومنت اللي حواليهم يعني بس هما ستل المرتبات يعني هما بارده meこうارك أدام يعني أربعين سنة وخمسين سنة فطبعا هو مرتبه لو على العلاوة بس مرتب كويس نوعا فكرة الإدارة فكرة مهمة جدا وإحنا للأسف بنتغضى عنها في مصر يعني خلينا نكون صرحة ربما في الفترة الأخيرة من يعني تقريبا من بعد ما سيادة رئيس فتح سيسي مسك اللي تولى الحكم وهو عينه دايما على الإدارة لأن هي الإدارة يعني احنا شايفين تغييرات مثلا في نظام الاستثمار في قوانين وبتغير بقى قوانين وتغير كله إزاي نوجد إدارات زي ما قلت мне فكرة المركزية واللي مركزية اللي احنا بنكلم عنها من الستينات القرن الماضي مركزية ولا مركزية مركزية ولا مركزية هل نقطع عمل عام وحنا هناخد الشركات ولا هنفرد الشركات هنعمل شركة قبضة ولا هنشيل الشركة القبضة هو ده هو هيكل اتجاه العام عمول في شركات المالتي ناشن لازم يعني أننا احنا برضو مش هنخترع العجلة في الإدارة هناخد فكر الناس اللي هم نكحين يعني الفكر العام أنه كان الناس عندهم الريجينال مانجر والريجينال مانجر للتسويق والريجينال مانجر الناس بقت تسيب الحاجات دي خلاص وبقت تخلي البيزنس يونتس لوحدها تقود قرارها لوحدها وتريبورت كلها لسامون فهو ده بالزبط حتى الونرز الوقت لي معنوش بيشغالهم طبعا لفصل الملكي عن الإدارة ده طبعا موضوع في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية وده لازم الحكومة تعمله في الحاضرة حالية لازم طبعا إن احنا مرتبطين بكاليبر الكاليبر ده له بلان واضحة البلان دي هيتحاسب عليها والله انت تعمل لنا بلان تعالى احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نطرح الميزانيات بتاعت الحديد والصلب او شركة تيجي تعمل اساسمنت للبيزنس بشكل عام والله نشوف مين يا جماعة شايف في النفس القدرة انه يخش يشيل الليلة دي يشيل القصة دي تعالى يا عم انت راجل شايف نفسك ان انت مدير شاطر هتجيب التين بتاعك هتديني ايه هتديني كمان ثلاث شهور اكس هتديني بعد ست شهور واي هتديني بعد سنة ارباح هتديني بعد سنة خسار اقل لان انا بخسر النهاردة مليار وشوية لانت هتخسرني متين مليون بس السنة الجاية هتقلبهم لي ارباح يعني ده 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 شوت بي ده كيس ان في الاخر لازم ده اللي بتمشي عليه الدنيا طبعا لازم مجموعة من الادارة والمدير اللي جاي ده عارف المشاكل مشي يقول اصلا انا جيت ولاقيتها لا طبعا الكلام ده مش منطقي خالص طيب اسمح لاتخل بقى في قصة يعني سريعا كده فكرة ان اهمية الشركة دي اولا طبعا الناس اللي شغالة في المؤولات عارفة طبعا احنا بنشتغل على حديث تسليح ولكل الشركات اللي شغالة في السوق المصري الان خاصة او عامة بتوردوا لان احنا يمكن ماشيين على الالد فاشن في البناء في البناء الاسمنت والسقوف لسه موضوع المداني طبعا ده هيكلف تكلفة تانية مختلفة خالص طبعا طن الحديد الوقتي التسليح ب14000 تمام لما شركة زي دي تقدر تعلي من انتاجها اللي كانت بتنتج يعني ديني ارقام كده شوف حقيقة هي الشركة حاليا بتنتج حوالي 250-300000 طن في السنة الشركة دي عشان تبريك ايفن بس تحقق بس يعني لا كسبت ولا خسرت احنا بنتكلم في 750000 على الاقل تخلي حقيقة ان احنا بقالنا من 2016 مش عارفين نوصل للانتاج 750000 طن على الاقل كده عشان انا لا كسبت ولا خسرت اوصل لنقطة التعادل اللي هو البريك ايفن بوينت فاحنا والشركة قدراتها الانتاجية اكبر من كده الشركة قدراتها ممكن توصل لغاية 2 مليون وممكن توصل لواحد ونص مليون طن في السنة بس احنا مش هو ده القصة احنا بس عايزين الاول احنا البداية بس نوصل للبريك ايفن طيب فعشان كيقول الحاجة كل حد جول مسؤول دخل حط ايده في المشكلة دي طب احنا عايزين نوصل فالناس تتوعد وبعدين طروق ما يحصلش حاجة فاهم حاجة بس ان يجي حتى يوصل الشركة دي بس للبريك ايفن عشان الناس حتى بتقصحك اسوأ حاجة لأي مدير في الدنيا ان هو يبقى قاعد تحت رحمة انه ما فيش كاش يعني ده من اسوأ الحاجات اللي ممكن تعدي على مدير اللي هو ما بيعملش حاجة لا هو بصص للتطوير ولا بصص لجراف ولا بصص لسوق ولا بصص لكوميرشيا ولا بصص هو بيبيع بخسارة عشان يجيب كاش عشان يروح يدفع للغاز ويروح يدفع للكهرباء ويروح يدفع لفحم الكوك فهو ده اسوأ ما يكون فيه ممكن يبقى فيها مجلس ادارة او تيم بتاع سواء بقى خارجة او داخلي فأي شركة يعني ازمات الكاش المتلحقة على مجالس الادارات دي انا مشفق عليهم طبعا يعني بغض النظر عن تصرفاتهم يعني طيب لازم اسألك سؤال سريع كده فكرة الشركات الاملاقة هل مازال في العالم احتياج لهذه الشركات عشان نتكلم على يعني لازم نفكر هل انا محتاج شركة عملاقة زي الحديد والصول بديت ولا فتتها الشركات تانية هل هتكون مصدر اقتصادي مهم للدولة سواء كما دخول ومخرجتها ولا نبدأ نعتمد على الشركات الزغيرة في القطاعات التقيلة الأساسية زي قطاع الحديد والصول شوف حيك هو يعني الاتجاه العام طبعا في العالم يعني احنا لو هنبص على قطاع زي قطاع الأسمنت هنلاقي أن أكبر شركتين أسمنت في العالم اتحدوا من حوالي ثلاث سنين وبقوا بيشكلوا يمكن قدرة انتجات تلتمائية وشوية مليون طن واللي بعديهم الشركة اللي وراهم بمئتين وشوية يعني قصدي أن كل صناعة في العالم حول عمل هتلاقي لها ماركت ليدر يعني حتى صناعة الأحزير رضي احنا عارفين مين الماركت ليدر فيها صناعة الأسمنت كل صناعة هتلاقي لها الكلام ده إنما احنا مش هنقدر نعمل كده إنما احنا كل اللي عايزينه إن احنا يبقى لنا تواجد عالمي يبقى لنا تواجد بالشركة دي عالمين إحنا الشركة دي كنا بنصدر حتى لو اللي حيجي حيبقى توجهه على إن أنا مش هشتغل على السوق المحلي خالص أنا هشتغل على التصدير زي الزمان بس لازم عشان أشتغل على التصدير يبقى لازم ما نعمل لا أصل أوروبا مش هيخده منك منتج مش مش هيخده منك النهاردة المنتج ده حلو بس بكرة معلش أصله فيه شوية خبس زيادة طبعا فهما الـ quality consistence عشان نوصلها ده يعني على الـ quality control وبرضو فكرة أننا يعني أنا بتكلم في فكرة أننا عندي عايز أعمل مثلا صناعة سيارات في مصر لازم يكون عندي الباكبون بتاعي صناعة تستيل طبعا عشان الشاسيات والكلام عشان الشاسيات والكلام ده كله غير بقى طبعا صناعات المطط وصناعات البلاستيك وصناعات النحاس اللي هتغذي بقى الأسلاك وغيره والدفاير لكن الصناعة الأساسية ايه؟ صناعة الحديد هل أنا محتاج بقى عملاق يسد معايا يفضل واقف ورايا تكون خاص بقى أو عام ولا أفك كل شركات صغيرة والأربع أفران دولة بيحهم كل فرن يبقى شركة لوحدة هو حك يعني عملاق دي كلمة محتاجين تعريف لها يعني هي عملاق دي هي عملاق بإنتاجه في السوق بمكانته في السوق أنت بتنتج كم يعني أنت في الآخر لو حققت أقصى قدرة إنتاجه لهذه الشركة هتبقى بقى مليون ومتين ألف طن في سنة دول كم في المية يعني دول وعشرة في المية من الإنتاج المحلي وإحنا مفروض أن الدراسات كلها بتقول أن إحنا السنة الجاية مفروض أن إحنا يبقى الطلب بتاع السوق المحلي نشر مليون طن وإحنا ستيل بننتج حداشر وكسر فإحنا محتاجين مش مش محتاجين يعني طبعا نحن موقفين أصلا استيراد الحديد من بره آه عاملين عليه ضريبة إغراق طبعا من أوكرانيا على المنتج الأوكراني والتوركي بس الحقيقة فيه برضو فيه كم مصنع حديد فتحوا بس هم المشكلة برضو هم مش واخدين الصناعة من أولا لأخير هم واخدين الصناعة اللي بتكسب بتاع في حك يعني إنما حتة الأولانية دي أصعب حتة في الموضوع أفران عالية ودرجات حرارة 222 درجة و1700 درجة صعب جدا يعني إنه هم واخدين الجزء اللي هو بيربح بس إنما الجزء اللي مش بيربح بقى إيه سايبينه وحتى المنافس لما بياخد الكلام ده بياخده جاهز يعني بياخد منتج خام لطيف جدا زريف وما فوش المشكلة الكبيرة بتاعة منتج الخام المصري طيب قبل ما اختم هسألك السؤال هل نحن بحاجة فعلا لتطوير هذه الشركة أكيد ده قولا واحدا مهما كلفنا مهما كلفنا لأن ده يعني عارف حقيقة لازم بيبقى فيه حد في نص الملعب بيزوط السوق يعني لو ما ليش تياد في السوق طب ما وإحنا قريدي يدخلين على حد على أحد الكائنات موجودة في السوق بتنتج من 3.5 إلى 4 مليون 3.5 إلى 4 مليون يعني إحنا يعني لازم حد يزبط لنا الدنيا بس شوي بيبقى بيبقى ما نوصلش المرحلة لأنه عندنا ممارسات احتكارية في السوق صحيح بشماندستر العكاري رئيس تنفيذ لأحد الشركات العاملة بمجال الصناعات المعدنية بشكرك على جودات معي شكرك فاند مانل حضراتكم على متابعة أوراق اقتصادية هذا البرنامج اللي بنفتح فيه أحد الملفات الاقتصادية الهمة للصناعة المصرية والاقتصاد المصري عموما بالإضافة لمجموعة من أهم أخبار الاقتصاد المصري والعربي والعالمي اللي يتأثر على أسبوعنا الاقتصادي اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله شكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة